الحكومة تعلن موعد فتح المساجد والأندير الرياضية أسبوع كامل أجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة الحكومة توفر الكمام القماش للمواطنين بسعر 5 جنيهات مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم من جديد قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن أجازة عيد الفطر ستكون مختلفة هذا العام وستكون أسبوعا اعتبارا من الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو على أن يطبق الحظر الجزئي وينتهي التحرك الساعة الخامسة عصرا وتم تحريك معاد الحظر لمزيد من التشديد وسيتم تطبيق ما تم تطبيقه في شم النسيم بما فيها تعطيل النقل العام والمسموح به فقط النقل الخاص وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مدخل هاتفية مع الإعلام أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي والمزع عبر قناة صد البلد أن الكمام القماش الجديدة ستكون معتمدة صحيا وستتوفر للمواطنين بسعر خمسة جنيهات كما قال المستشار نادر سعد أيضا أن الأسبوع الأول من شهر يونيو سيشهد إصدار قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن فترة التعايش مع فيروس كورونا فبعض الأنشطة كالنواد الرياضية ستعود بالتدريب فضلا عن قيام وزارة الأوقاف بوضع خطة لإعادة فتح المساجد خلال النصف الأول من شهر يونيو على أن تطبق تلك الخطة في النصف الثاني من الشهر ذاته وأضف المتحدث باسم رئيسة الوزراء أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل وتمت مناقشة كل الخيارات ويتم اتخاذ القرار المناسب والذي سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد في المصانع والتنقل في المؤصلات وقال أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر ولكن خسائره مؤكدة وستحدث لا محالة أما المكاسب هي محتملة وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجني المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري ولو تم تطبيقه ستحدث أزمة في المواد الغزائية كما حدث في الدول الكبرى وتوقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو بشهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس ليوصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة